اشتركوا في القناة تحب تسمعوها بما اننا بنتكلم في الاحوال الشخصية كان زوج اتهم بقتل زوجته وكل الادلة ثابتة ضده لا ينقص الا العصور على جسة المجنع فموكله قعد يترافعه قدام حكمة الجنايات الرجل مش لاقي مخرج كل الادلة بتدين موكله فاكتهد وده الرسالة اللي احنا عاوزين نوصلها لحضراتكم يعني فترافع أمام محكمة الجنايات حضرات المستشارين الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين والادلة لابد ان تكون متساندة وان لا يكون هناك احتمال ولو بسيط لبراءة موكله فإنني سأقدم لحضراتكم الآن الدليل على براءة موكله من تهمة قتل زوجته ستدخل الآن من باب قاعة المحكمة المجني عليها فنظر المستشارون إلى باب المحكمة ترقبا لدخول المجني عليها فاستغل المحامي تلك الثغرة على المحكمة موجها دفاعه بأن هذا دليل قطعي على أن عقيدة المحكمة لم تثبت ولم تقطع في الأوراق على ثبوت التهمة على موكله بدليل أن المحكمة ألقت ببصرها ترقبا لدخول المجني عليها وفي نهاية الجلسة المحكمة أصدرت حكما بالإعدام فتساءل المحامي تساءل كيف ذلك وعدالة المحكمة شاحت ببصرها وألقت ببصرها ترقبا لدخول المجني عليه فكان الرد ولكن رقبنا أعين الزوج هو في قفص الاتهام فهو لم ينظر إلى الباب ليقينه أنه هو الذي قتل زوجته وأنه فعلا ارتكب الجريمة المنطق محامي مكتهد وكذلك القاضي له رسالة 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 عوداً أو عودٌ عشان مبتدأ إلى ما سبق الحديث عنه في المحاضرة الثابقة أو في اللقاء السابق تكلمنا عن الأحوال الشخصية ومصطلح الأحوال الشخصية والقوانين واجبة التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية مين حد ممكن يفكرنا باللي تكلمناه المحاضرة اللي فاتت حد ممكن يذكرنا قلنا إيه المحاضرة اللي فاتت قلنا إيه المحاضرة اللي فاتت حد يفكرنا طبعاً أنا في الأول أبحي حضراتكم يعني مستواكم باسم الله ما شاء الله يفوق كثيراً المجموعة التانية اللي كنا شروفنا بها في لقاء يوم الأربعة وهذه شهادة حق يعني ها قلنا إيه تفضل تمام 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 الصفات اللي بيتميز بها شخص عن غيره تمام قوانين الإجرائية وأسمناها قوانين إجرائية وقوانين موضعية عشر لسات تمام 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 تسليل حكم أجناب بصغة تنفيذية والحكم المتحدة تسليل حكم أجناب بصغة تنفيذية والحكم المتحدة متعلق بأحدى مسائل حوالي الشخصية كان لسا زميل بيكلمني احنا ودفلين نقاعة المتحدة مسائل حكم أجناب بصغة تنفيذية والحكم أجناب بصغة تنفيذية والحكم المتحدة بعض الدعاوة مش كل الدعاوة الدعاوة اللي هي القليلة التي يعفى منه وهي اللي كانت تقتصبها لمحكمة الجزئية قبل صدور قانون الأسرة تمام 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 ده أنت بسم الله مش الله أنت قلت المحضرة كلها بقى جزاك الله كل خير دي رسالة بصيفة لتعلم الجوائس لكل مبتهد النصير ها مش كلام مش كلام أنا أبودي طبعاً أديك الموسوعة كلها يعني بس يعني إن شاء الله ربنا يسر إن شاء الله تعالى وأمر الله تعالى لا بسم الله إن شاء الله يعني حتى النقاط البسيطة ألقى ضوء عليها لم الخلاصة بتاعت المحضرة لا مجوش النهاردة طيب نتذكر سريعاً أن في بعض القيود أو بعض الاستثناءات الوردة في القواعد العامة الإعفاء والتوقيع زي ما قال الرئيس وبعدين عاوزين نركز على المسائل الخاصة بقى الإجرائية في قوانين الأحوال الشخصية والتي تمثلت في المادة سبعتاشر المادة سبعتاشر من قانون واحد لسنة ألفين أفضلي المكانوش موجودين بنقول الأحوال الشخصية عشان لما نعرف المصطلح بتاعها عشان نفرق ما بين المسائل التي تختص بها محكمة الأسرة والمسائل التي تختص بها المحاكم المدنية أو ما إلى ذلك باعتبار أن الاختصاص متعلق بالنظام العام قلنا لماذا تمتاز الأحوال الشخصية؟ إنها تنظم المسائل التي تمثل حياة الشخص حياته الاجتماعية هذا بالمقارنة به باقي أفرع القانون قلنا قبل صدور قانون واحد سنة ألفين وقانون محاكم الأسرة كانت مسائل الأحوال الشخصية متشعبة ما بين قواعد إجرائية وقواعد موضوعية ومحاكم للمسلمين ومحاكم لليهود ومجالس ملية للمسيحيين وكان فيه محاكم مختلطة والمشرع المصري نجح أنه وحد إجراءات التقادي زي ما قلنا كانت إجراءات التقادي موزعة بإليه الترتيب المحاكم الشرعية والكتاب الرابع من قانون المرافعات الملغي مش قانون المرافعات الحالي وليه الترتيب المحاكم الأهلية فالمشرع وحد الإجراءات اللي بتنظم كيفية رفع الدعوة والمحكمة المختصة بإصدار قانون واحد لسنة ألفين وبعدين وحد المحكمة المختصة بحيث خلاها محكمة واحدة تسمى محكمة الأسرة تختص بنظر كافة مسائل الأحوال الشخصية وقلنا ولئن كان المشارع المصري نجح في توحيد الإجراءات إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينجح في توحيد القواعد الموضوعية اللي بتنظم مسائل أحوال الشخصية بمعنى إيه طيب حد يقولي بمعنى إيه لم ينجح في توحيد القواعد الموضوعية أقول لحضرتك أن عندي قوانين اللي احنا قلناها 25 ساعة 20 والتعديلات لغاية 2017 بتطبق على المسلمين غير المسلمين سواء يهود أو مسيحيين بتطبق أحكام الليحة الخاصة بتاعتهم رغم أنه دي قواعد موضوعية ورغم أن الجميع مصريين والمفروض يخضعوا لقواعد قانونية واحدة وده اللي احنا بننشده من خلال جلسات الاستماع ومشاركاتنا فيه إعداد مشروع القانون لعل وعسى الخير وممكن يكون على أدين حضرتكم مستقبلا بأمر الله عندما تتبوأوا المناصب القيادية وإن كنا نتمنى أن يكون في القريب العاجل وليس يعني في اليوم وليس الغد أن يكون هناك توحيد للمسائل والقواعد الموضوعية التي تحكم مسائل أحوال الشخصية توحيد القواعد الموضوعية هيسر علينا كقاضي وهيسر على حضرتك كمحامي أو متقاضي علشان هترجع لنفس القواعدة واحدة بدل ما نرجع للقواعد الملية اللي هي مبعثرة في الكتاب المقدس والأناجيل الأربعة وتبقى توحيد القواعد الموضوعية استكمالا لما وصل إليه المشرع من توحيد القواعد الإجرائية وتوحيد المحكمة المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية قلنا المسائل الأحوال الشخصية بتمس حياة الشخص ونوعه وجنسه وحياته الاجتماعية والمسائل المتعلقة بالأسرة قلنا في بعض المسائل رغم تعلق بالأحوال الشخصية إلا أن المشرع لم يحل فيها إلى قانون الديانة ولكنه أورد فيها قانونا عاما يسري على كل المصريين بغض النظر عن الديانة التي ينتمي إليها كل منهم زي قلنا الأهلية بيحكمها قانون مدني الهبة بيحكمها قانون المدني قلنا الوصاية فيها قانون عام المواريس قانون عام الولاية على النفس والولاية على المال أيضا بيحكمها قانون 118 و 119 لسنة 1952 قلنا دي قواعد عامة بحيث لما يجي لحضرتك موكل وأنا قاضي لما تجينا قضية من هذه القضايا فأنا بطبق القانون العام مش برجع فيها لقانون جنسي للديانة ليه الطرفين وبعدين قلنا القواعد الإجرائية اللي بتنظم وبتاحكم كيفية رفع الدعوة لما يجي بكر بالصحيفة دي مسألة إجرائية متعلقة بكتبة الصحيفة الإدعفين الجلسة تشكيل المحكمة دي تعتبر قواعد إجرائية بنظمها قوانين إجرائية تتمثل فيه أن قانون واحد لسنة 2000 يعتبر هو الشريع العام يعني رغم أنه قانون عشر لسنة 2004 قانون الأسرة لاحق عليه وهو الذي أنشأ محاكم خاصة تسمى محاكم الأسرة إلا أنه السواد الأعظم من المواد الإجرائية هتلوها في قانون واحد لسنة 2000 ويسمى قانون واحد لسنة 2000 بشان إصدار توفيق بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ومعدل بالقانون واحد لسنة 2000 ثم قانون الأسرة عشر لسنة 2004 القانونين دول بينظموا المسائل العامة لكيفية رفع الدعوة وأن تشكيل المحكمة التوقيع على الصحيفة الإعفاء من الرسوم في بعض الدعاوة الإختصاص المحلي يعني استثناءات ممكن من حق المحكمة أنها تبصر الخصوم طرق التقاضي الاستئناف الإعلان الأغلبية القواعد وردة في هزين القانونين قانون واحد لسنة 2000 وقانون عشر لسنة 2004 ده يعتبر الشريعة الأساسية والقعدة العامة اللي حضرتك يتعين أن تترجع إليها لما تيجي تكتب صحيف الدعوة متعلقة بالأحوال الشخصية أو بمحكمة الأسرة طيب وقلنا في بعض القوانين أو بعض المسائل مش وردة في القانونين دول ولكن بنرجع بالنسبة لهم لقواعد لإيه؟ قانون المرافعات وقانون الإثبات وقانون المدني في شأن مسائل تصفيت التاريكات في شأن مسائل تصفيت التاريكات ده المسائل الإجرائية وضربنا على ده مثال أنه مثلا شط بالدعوة اعتبار كان لم يكن الخصم إحنا ونحن نقصص محلي متعلق بالنظام العام طب لو أنا رفعت الدعوة والخصم كان غير الموطن بتاعه الزوج غير الموطن بتاعه والزوجة أعلنته على العنوان الأديم أو على الموطن الأديم بتاعه هل الخصومة تعتبر صحيحة؟ ولا يعتبر الخصومة ليس صحيحة؟ ولم تنعقد الخصومة قانون واحد لسنة ألفين وقانون الأسرة؟ لم ينظم مثل هذه المسألة برجع فيها لليه؟ لقانون المرافعات اللي بيقول والله طالما أنت كمدعى أو كخصم ما أعلنتنيش أن أنت غيرت موطنك ومحل إقامتك فبالتالي يصح أن أنا أعلنك على العنوان الأديم وبينتج الإعلان أصر وتنعقد الخصومة طيب الاختصاص المحلي هل متعلق بالنظام العام؟ ولا مش متعلق بالنظام العام؟ القعدة العامة هو مش متعلق بالنظام العام مدى 49 من قول مرافعات يجب على المدعى عليه هو الذي يدفع أمام المحكمة بعدم الاختصاص ويقول يا محكمة بعد إذنك حيل الدعوة إلى المحكمة الموطن بتاعي في محكمة العجوزة طيب هو سكت ولم يدفع بهذا الدفع لأنه نحن نقول دفع يعتبر متعلق بالنظام العام ولا دفع شكلي طبعاً أكيد شرح لحضراتكم الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفوع الشكلية تسقط بعدم التكلم في الموضوع حضرتك ما كنتش قاعد مثلاً في الجلسات وصدر حكم في غيبة موكلك عندما تأتي بصحيفة الاستئناف لا يجب تتكلم في السبب الأول على الدفوع الشكلية لا يجب أن تكتب بسبب موضوعي رقم واحد وسأتي السبب الثاني والالتالي وذكر دفعي الشكلية سقط الحق رب difب ذلك يبيزاً أن ترتيب الدفوع سواءً شفا Unbelievable عندما تريد أن تحضرها في محضر الجلسة يجب ترتيب الدفوع في المزكرة يجب أن تبدأ بترتيب الدفوع الشكلية في صحيفة الاستئناف صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تبدأ بالدفوع وإلا يسقط الحق في التمسك بما لم تتمسك به من الدفوع الشكلية بخلاف الدفوع الموضع الاقتصاص المحلي يعتبر من الدفوع الشكلية أنت ما تكلمتش وما دفعتش به فبالتالي يسقط التمسك به وبالتالي يعني عقد الاقتصاص المحكمة حتى ولو كان غير مختصة فعلا تبقى لأن أنت لم تدفع بهذا الدفع في حينه أما في قانون الاقتصاص المحكم الأسرة الاقتصاص المحلي يعتبر من النظام العام في حالة أول دعوة ترفع بين الزجين تكون المحكمة التي رفعت إليها أول دعوة تكون مختصة محليا بسائر الدعاوة التي ترفع بين الزجين أو بين الأب والأم أو النيابة العامة أو كل حق متعلق بهذه الدعوة وعلشان كده احنا قلنا القانون من مزاياه إنه هو نص على أن ينشأ ملف للأسرة عند رفع أول دعوة يبقى فيه ملف يعملوا قلم الكتاب يضم كافة الدعاوة التي تتداول بين الطرفين الفضل الطبعا من ضمن المسائل من ضمن المسائل ليس مسألة المسائل لأحوال الشخصية وقلنا يعني برده كويس أنك ذكرتنا مقصود المنازعات سواء دعاوة أو حتى المنازعات الأوامر الوقتية يعني وإن شاء الله لو الوقت متسع يعني إن شاء الله نتمنى أننا أشرح لحضراتكم الأوامر الوقتية تحديداً أمام محاكم الأسرة الأوامر الوقتية والأوامر على العرائد المتعلقة بالولاية التعليمية والمتعلقة تحديداً كمان من ناحية المنازعات الصفر والمنازعات المتعلقة بتسليم الصغير المحضون ومسكن الحضر دي بيبقى فيها مسائل تختلف القواعد الوردة في قوانين الأحوال الشخصية عن القواعد العامة الوردة في قانون ليه المرافعات دي المسائل الايه الإجرائية أو القواعد الإجرائية أو القوانين الإجرائية يبقى أنه قانون 1 سنة 2000 قانون 10 سنة 2004 ثم قانون المرافعات ثم قانون الإثبات اللي بنظم لي كيفية سماع الشهود والإعلام بحكم التحقيق وإنهاء حكم التحقيق والتزوير ورقة عرفية حجية المراسلات دليل الكتابي مبدأ ثبوت بالكتابة عدم جواز سابقة الفصل فيها كل دي مسائل بنظمها قانون الإثبات ما بنظماش قوانين الأحوال الشخصية طيب القوانين الموضوعية اللي بتتكلم على الموضوع الدعوة اللي بتنظم أصل الحق في الدعوة أن القوانين أيضا متعددة بدءا من قانون 25 لسنة 20 25 سنة 1929 قانون 100 لسنة 85 قانون 4 لسنة 2005 قانون 2 لسنة 2006 قانون 214 لسنة 2017 و219 لسنة 2017 دي مسائل القواعد الموضوعية اللي بيتنظم أساس النزاع في موضوع الحق زي ما بنقول سوى فيما يتعلق بالنفقة الطلاق الاعتراض الخلع النسب التبني النسب أسباب التطليق المختلفة التطليق للضرر التطليق للزواج بأخرى التطليق لعدم الإنفاق حبس الزوج الهاجر الغياب المهر النزاع حول المهر كل دي المسائل اللي بتنظمها تنظمها قوانين الأحوال الشخصية وقلنا من ضمن القوانين التعديلات بتاعتها قانون 12 اللي سنة 96 الخاص بالطف المعدل بالقانون 126 اللي سنة 2008 القانون ده وخلي بالحضراتكم هو اللي أضاف المادة 54 متعلقة بالولاية التعليمية يعني قوانين الأحوال الشخصية اللي احنا بتتكلمن عليها 25 لسنة 20 لغاية تعديلات 2006 ما تكلمتش على الولاية التعليمية ما فيش نص بينظم الولاية التعليمية لمين هل للحاضنة ولا للطرف غير الحاضن من القانون الذي نظم ونص على الولاية التعليمية قانون 126 لسنة 2000 وكام وتمانية 126 لسنة 2000 وتمانية اللي أضاف المادة 54 اللي بيتنظم مسألة الولاية التعليمية فضل ليه موسيقى لسنة 2000 من قانون 126 موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المادة الأولى من مواد القانون واحد لسنة الفين مواد الإصدار يختص قادر الأمور الوقتية بمحكمة بدون غير التظل من امتناع الموثق عن توسيق عقد الزواج مادة معادة جارة التاركة اتخاذ الإجراءات التحفظية على التاركات الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية التي يخشى عليها من التلف خمسة آخر حاجة وأهم حاجة المنازعات حول الصفر للخارج بعد سماع أقوال زو الشأن فين الولايات التعليمية نتكلم فيها إن شاء الله لكن هي مفهاش عدم دسترية لا مفهاش عدم دسترية كنا بنقول خلاص عرفنا القوانين الموضوعية خلي بالحضراتكم عشان قبل منسى القانون 126 اللي هو عد القانون الكام قلنا عد القانون اللي ايه قانون 12 قانون 12 ده قانون ايه قانون الطفل من هو الطفل خلي بالكم مفهوم الطفل في القانون الجنائي له سن وفي الأحوال الشخصية له سن وفي قانون الجنائي له سن صح كده فمن هو الطفل بالنسبة للقانون الطفل القانون العام بقى من هو الطفل انا متعمد ان انا رئيس فهم القصة الرأي العام كله فضل سن التمييز لا مش دعوة التمييز اقل من 18 صح كده 15 لا ما تزعلونيش بقى عشان اعوز اوصلكم معلومة مهمة بس هو خارج موضوعنا بس الكلام جاب بعضه اقل من 15 لا ايوة ايوة هي الصياغة دي اللي انا عاوزها يعتبر طفلا كل ما لم يبلغ سنه 18 سنة ميلادية كاملة تمام؟ الفقرة الاولى من المادة 80 من الدستور الحالي يعد طفلا كل ما لم يتجاوز السامنة عشرة من عمري فيه فرق بهوات فيه فرق بين الصياغتين لا انا عاوز واحد كده ايه يركز كده ويقول لي في فرق تفضل لحد الثمنتاشر ايه هذا تبقى للنص القانون ولا نص الدستور الدستور ها حد موافق طب انا انا كمحكمة وحضرتك كرسالة ومحام بتطبق الدستور او بتطبق القانون الدستور لا انتوا كده هتخلوني انسا لانا كلمتين اللي جاي اقوله في الاحوال الشخصية ماشي يبقى ان القوانين الموضعية الفضل اللي بتنظم المسائل الاحوال الشخصية خلينا نرجع تاني لاهم القيود الوردة على قبول بعض الدعاوة في مسائل الاحوال الشخصية تمام تضمنت هذه القيود المادة 17 من قانون واحد لسنة الفين بنقول بتتكلم هذه القيود على قبول الدعوة يعني حاجة شكلية الدعوة تكون غير مقبولة قلنا القيود الاول المادة 17 قالت لا تقبل الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج عند الانكار طبعا اذا كانت ايه لا تقبل الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجين اقل من السن الايه السن المحددة قانونا لا تقبل الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية او كانت سن الزوج تقل عن كام 18 سنة ميلادية يبقى لما يجي لحضرتك أو لحضرتك موكل أو موكلة السن بتاعتها أقل من السن ده يبقى الدعوة غير إيه مقبولة ولازم يكون اللي اتنين السنهم ولغت للسن طبعاً احنا قلنا القانون تعدل برضا قانون 126 أضاف لقانون الأحوال المدنية 143 رفع السن وخلاها 18 سنة لإيه للزوجين فبالتالي الدعوة التي ترفع من أو على أحد الزوجين اللي سنه أقل من 18 سنة تقبى الدعوة إيه غير مقبولة قلنا هذا الدفع يعتبر متعلق بالنظام العام المحكمة يجب عليها أن تتصدى ليه من تلقاء إيه نفسها وقلنا العبرة بالسن بوقت رفع إيه الدعوة وليس بوقت عقد الزواج وقلنا الحكم الذي يصدر بعدم القبول لا يحوز حجية ما يمنعش بعد كده أنه إيه ترفع دعوة تانية قلنا هذا المنع حتى ولو كان هناك إقرار بالزوجية برضك الدعوة غير إيه غير مقبولة بل قلنا حتى لو كانت الزوجية سابتة بوثقة رسمية والسن أقل برضك الدعوة غير مقبولة وأشرنا للمدى 227 من قانون العقوبات اللي قالت أنه كل من يدلي أمام الجهة المختصة بتوسيق عقود الزواج سواء أمام المأزون مكتب الشهر العقاري أمام التمثيل اللي هم القنصل المصري في الخارج بإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد بلوء إثبات بلوء أحد الأشخاص سن القانونية للزواج هذه جنحة معاقبة عليها بالإيه؟ بالحبس تمام؟ وكذلك يعاقب الموثق والمأزون أو الموثق الشهر العقاري بالحبس والعزل إذا كان على علم بإيه بيثبت هذه البيانات على خلاف الحقيقة الفقرة الثانية لا تقبل عند الإنكار الدعوة الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحق على أول أغسطس سنة 31 ما لم يكن الزواج سابتا بوثقة رسمية اللي هي بتتكلم على الزواج اللي إيه؟ العرفي النص بيقول لا تقبل الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج إلا إذا كان سابتا بوثيقة رسمية وأن النص ده مقابل لنص المدى 99 من ليح الترتيب المحاكم الشرعية اللي كان بينص على إنه لا تقبل دعوة الزوجية إلا إذا كانت الزوجية سابتة بوثيقة رسمية وأنه كان فيه خلاف في ظل اللي هي الترتيب المحاكم الشرعية المشرع منع قبول دعوة إثبات الزوجية كان النص بيقول لا تقبل دعوة الزوجية إلا إذا كانت سابتة بوثيقة رسمية وأنه أسير خلاف طيب الدعاوة الناشئة عن الزوجية ليست الزوجية في حد ذاتها ولكن الدعاوة الناشئة عنها هل تقبل ولا لا تقبل أن كان فيه تجاهين رأيي بيقول الدعوة مقبولة لأن النص هو يحضر ويمنع قبول الدعوة التي ترفع بطلب إثبات الزوجية فقط لغير أما الدعاوة التي تترتب على زي الزوجية فهي تعتبر إيه مقبولة تمام النص الحالي بقى عكس الأمر وجعل الصياغة لا تقبل الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج سابتة بوثيقة رسمية يبرجعنا لنفس الخلاف طيب ما الأمر بالنسبة لخصوص إثبات الزوجية في حد ذاتها الدعوة التي ترفع بطلب إثبات العلاقة الزوجية هل تدخل ضمن الحزر وضمن المنع وضمن القيد المنصوص عليه في المدى الثاني في المدى السبعة عشر الدعوة تكون غير مقبولة ليه لكن النص صريح لا تقبل الدعاوة الناشئة فبالتالي الدعوة بإثبات الزوجية تكون مقبولة تقبل ولا لا تقبل لا تقبل في موضوع السن لا السن ده الفقرة الأولى خلصنا منها الفقرة الأولى خلاص يا جماعة السن الفقرة الأولى خلصنا منها لا تقبل يعني إذن الدعوة التي ترفع بطلب إثبات العلاقة الزوجية من الزواج الغير الموسق مقبولة لا برضا خلي بالكم النسب دايما نحطها قاعدة قاعد دعاوة النسب مستسنى من كل القيود اللي احنا قلنا عليها دعاوة النسب مستسنى من كل القيود يعني حتى لو كان سن الزوجين أقل من 12 سنة الدعوة مقبولة دعوة النسب دي فوق لإيه؟ حماية للنسب خلاص؟ للصغير اللي ملهوش إيه؟ زم دعوة الزوجية التي ترفع بطلب إثبات العلاقة الزوجية فقط لغير مجردة الدعوة بترفع بطلب إثبات علاقة زوجية ما فيش طلبات تاني في الصحيفة الدعوة مقبولة ولا غير مقبولة لا ما هو الزوج منكر النص بنتكلم في الحالة التساؤل في حالة الإنكار لو الزوج مقر خلاص ما فيش مشكلة برضا لا دبا هنسبتها ازاي والدعوة غير مقبولة هذه المذكرة لضحية فعلا لليحة الترتيب المحاكم الشرعية سنة 1931 قالت كده أن الحكمة من التوسيق إيه؟ أن الزواج أكثر خطرا من حجج الرهن والوقف أنه المشرع بيشترد فيها الرسمية والتوسيق فهلك مجيش معقول أنا بأوثق رهن وأموال وعقارات وما جيش أوثق عقد الزواج وقالوا أن الزوجية ممكن تدعى زورا وبهتانا ويمكن إثباتها طارة ولا يمكن إثباتها طارة أخرى وممكن وحدها تدعي الزوجية بدون سنة فلذلك المشرع رأى أنه يقيد إثبات الزوجية بالتوسيق ده سنة 1931 لاحة ترتيب المحاكم الشرعية فبالتالي ما ده أنا أسأل حضراتكم أهو طيب عشان ما الوقت لا يداهي منه أيضا كان فيه اتجاهين زي ما كان فيه خلاف قبل كده تفضل زي ما كان فيه خلاف قبل كده في ظل الليحة ترتيب المحاكم الشرعية أيضا أثير خلاف طيب هنا عشان كده بنقول دايما المشرع هو يقصد أنه دايما يعمل حالة لإيه؟ يعني كده النص في الليحة ترتيب المحاكم الشرعية كان لا تقبل دعوة الزوجية وسابت دعاوة الناشئة طيب هو بالمنطق هي الست ولا البنت لما ترفع دعوة زوجية هي عاوزة تثبت الزوجية فقط ولا عاوزة الأصار المترتبة على هذه العلاقة الزوجية عاوزة الأصار عاوزة نافأة وحضانة وإثبات نسب ومتعوي وما إلى ذلك تمام؟ فلذلك لما جي المشرع في القرواحد لسنة ألفين عكس الآية فجعل النص أنه لا تقبل الدعاوة الناشئة عن عقد الزوج طيب يا سيدي طيب هو أصل الزوجية دعوة الزوجية وسيرة خلاف ولكن محكمة النقد استقرت على أن الدعوة بخصوص إثبات العلاقة الزوجية يمكن تقضع للقبول تمام؟ طيب ها ها الايه ها تقبل تمام؟ طيب في حالة الإقرار في حالة الإنكار ها في حالة الإنكار ها السؤال في حالة الإنكار خلينا بردك نكون متفقين لو الزوج المدعى عليه مقر بالعلاقة الزوجية اللي هي مش موسقة فالدعوة مقبولة لا البنت أو الزوجة رفع الدعوة بإثبات العلاقة الزوجية والزوج بينكر ثبوت هذه العلاقة الزوجية تقبل ولا لا تقبل ها تقبل لا تقبل الدعوة الزوجية تقبل تقبل دعوة زوجية طيب طيب خلي بقى لحضراتكم هاقول تاني هاقول النص بيقول لا تقبل الدعوة الناشئة عن عقد الزواج أن الدعوة في خصوص إثبات العلاقة الزوجية الزوجية طيب الدعوة التي ترفع بإنكار العلاقة الزوجية الصورة العكسية للنص الدعوة التي ترفع بطلب إنكار العلاقة الزوجية واحدة اتدعت الزوجية على زوج أو رجل والراجل رح رفع دعوة طلباته فيها إنكار العلاقة الزوجية وما فيش ورقة ايه فرض تاني هي رفع الدعوة بنفقة أو أي أثر من أثر الزوجية والراجل رح عمل دعوة فرعية أو طلب عارض برفض الدعوة الأصلية وطلب أصليا إيه عدم الاعتداء أو إنكار العلاقة الزوجية هل يقبل الطلب العارض تقبل تقبل ولا لا تقبل طب إحنا إحنا لما نرجع لحكمة النص هو المشرع لما عمل القيد في المادة 17 قلنا إيه المذكرة للضحية قالت إيه إيه الحكمة من توسيق عقد الزواج الإحتياط عشان نسبات النسب والإحتياط لحقوق الزوجة وعلى شان يبقى فيه دليل عشان ما يبقاش فيه إنكار للعلاقة الزوجية مستقبلا طيب هل الحكمة هل الحكمة دي في حالة يعني عدم توسيق عقد الزواج وزوجة بتدعي زوجية على خلاف الحقيقة هل أقول والله عدم قبول ولا تقبل تقبل إن القيد ما فيش قيد عندي دعوة الإنكار وفعلا دعوة إنكار العلاقة الزوجية تعتبر خارجا من نطاق الإستثناء طيب دعوة بطلان عقد الزواج بطلان ولد وبنت وقال والله إذا كان فيه مشروع زواج عقده وما حصلش تراضي وإذن الزوج رفعلي دعوة صحة التوقيع وأنا أنكرت دعوة صحة التوقيع يا محكام حكميلي ببطلان اللي إيه عقد الزواج الدعوة تبقى مقبولة ها مقبولة طيب طيب سؤال تاني المراجعة المراجعة زوج طلق زوجته وبعدين رجحها تاني هل تقبل دعوة المراجعة يعني بدون عند الإنكار الزوج الصورة الزوج راجع زوجته وبعد ما طلقها وهي أنكرت وقالت لا أنت رجعت المراجعة تمت بعد انتهاء العدة فحصل نزاع في في ثبوت صحة المراجعة من عدمه وما عندهش دليل مكتوب على المراجعة يعني ما رحش للموسق ويوسق المراجعة هل تخضع دعوة المراجعة في الحالة دي لقيد المادة 17 فقرة 2 ولا تقبل طيب اللي تقبل تقبل ليه ممكن يرجعها بدون ما يرجع للموسق ثلاث شهور ماشي أي مكان ها تقبل ولا لا تقبل لا تقبل الرجال الزمل يقولوا لا تقبل ها القول قول الرجل في المراجعة لا بس مين اللي هو المضار عليه في ثبوت صحة المراجعة من عدمه لا لا القول قول من في ثبوت صحة المراجعة لا مش الرجل ليه هو الرجل اللي بيعتد هو الطهر وانقضاء العدة بيبالي الراجل ولا للزوجة القول قول الزوجة بيمينها عندما يحصل الخلاف بين الاتنين في ثبوت المراجعة هو بيقول أنا رجعتها خلال المدة العدة هي بتقول لا المراجعة كانت بعد انتهاء العدة وثبوت الطهر مين حيفصل هي خاص إذاك ده مرهون بحالة لو كانت العدة بتنقضي بالحيد لأنه هي تؤتمن في مثل هذا الأمر وتؤتمن بيمينها تؤتمن بيمينها وبشرط أنها تحلف في اليمين قدام المحكمة أنه فعلا عدتها انقضت بتاريخ كذا في تاريخ سابق على تاريخ اللي الزوج بيقول أنه هو رجع زوجته تمام تثبت ايه ماشي تثبت انت ان رجعتها النهاردة رجعتها النهاردة بس النهاردة ده هل هي كانت لسه زوجة حكما ولا كانت انقضت عدتها وبتالي أصبحت أجنبية ما هو احنا الطلاق الرجعي بينقلب لطلاق بائن بايه بانقضاء العدة طالما انقضت عدتها خلاص أصبحت ايه ينقلب الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن ولا تحل إلا بمهر وعقد ما لم يكن طلاقا مكملا للسلس خبض حت فالقول في صحة المراجعة الأصل فيه يرجع فيه للزوجة بيمينها بشرطين أنه يكون المسألة متعلقة بالعدة الحيض تمام حاجة تانية المدة اللي بتقرر فيها بانقضاء العدة بتاعتها لازل تكون مدة برضك يعني معقولة وتكون متفقة مع الشرعة يعني ما ينفعش طبعا معروف أقل مدة الحيض عند ماذا بالإمام أبو حنيفة ستين يوم ما ينفعش تيجي هي تقولك والله لا ده أنا بعد ثلاثين يوم يعني القول في صحة المراجعة بالنسبة لها بيمينها مرهوم بقيدين يكون الموضوع متعلق أنها من زوات الحيض الحاجة التانية أن يكون إقرارها في المدة المعقولة التي تتفق مع أرجح الأقوال من مذب الإمام إيه أبو حنيفة هيرجرنا للقيدي اللي بعد كده لا يعتد في إثبات المراجعة خلي بالك لا يقبل للزوج يرفع دعوة بإثبات مراجعة الزوجته ما لم يعلنها قبل المراجعة بالمدة بالمراجعة في المدة المحددة في النص تمام نرجع لنص المادة كام كام المادة اللي بتكلم على المراجعة طبعا طبعا وإلا لو انقضت المدة قبل أن يعلنها فلا يعتد بيها لا تقبل فضل أرجع أرجع بس للنص عشان ما نساش هستأذنك عشان ما تهش بس من حضرتك عليش في المادة 22 يا بهوات مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات يبقى الزوجة المطلقة من حقها تثبت إن زوجها قامت بمراجعتها بكافة طرق الإيه الإثبات بيينة وشت الشهود وما إلى ذلك تمام لا يقبل عند الإنكار برضا إدعاء إدعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيد وتسعين يوما لمن عدتها بالإيه بالأشهر من تاريخ توسيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة يبقى إذن برضاك المشرع في المدى 22 أورد قيد على قبول دعوة المراجعة سمعين الصوت كويس ولا أنه لا تقبل عند الإنكار لو الزوج الزوج المشرع يبقى المشرع أورد قيد لا تقبل عند الإنكار لا يقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعة مطلقته لو الزوج إدعى أنه رجع مطلقته وهي أنكرت لا تقبل دعواه بإثبت المراجعة ما لم يعلنها يقدم أنه أعلنها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها 60 يوم من تاريخ الطلاق لو كانت من زوات الحيد أو 90 يوما لو ما كانت من زوات الحيد أو من قضاء حملية لو كانت وضع حملية لو كانت حاملا طيب كنت حضرتك بتسأل سؤال أطعت حضرتك تفضل تمام تمام لسه هتكلم والله كنت هتكلم على دي ماشي خلي بال حضرتكم المادة واحد وعشرين مادة واحد وعشرين من قانوحة لسنة الفين كانت بتقول ليه المادة واحد وعشرين لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق نص المادة واحد وعشرين لا يعتد في إثبات الطلاق لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق يعني زي ما قال الريس في المثال بتاعه لو الزوج الزوجة ادعت إن زوجها طلقها ومعهاش دليل كتابي كإشهاد طلاق فالدعوة بتاعتها تكون غير إيه؟ غير مقبولة لكن المحكمة الدستورية في الفين وستة قضت بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من قصر إثبات وقوع الطلاق على على الإشهاد أو التوثيق وبالتالي أجازة للمطلقة أن تثبت الطلاق بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة إيه؟ شهادة الشور ناشي يبقى نرجع للمدى 17 قلنا القيد الأول خاص بالسن القيد الثاني خاص بإيه؟ بدعاوة الزواج غير الموثق إثبات الدعاوة الناشئة عن إيه؟ عن عقد الزواج غير الموثق والمشارع قال لا تقبل عندها الإنكار وقلنا الإنكار لابد أن يكون إنكارا إيه؟ صورتين إما قد يكون إنكار صريح وممكن أن يكون إنكار إيه؟ ضمنه مايك تاني شغل؟ اللي هناك شغل؟ مش شغل؟ طيب مش شغل طيب نسمع نسمع ببعض خلاص؟ القيد الثالث القيد الثالث يتكلم على عدر القيد الثالث القيد الثالث نحن نقول نحن نقول الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج طيب قلنا بشرط أن يكون إنكار نطاق عدم قبول الدعاوة يعني الزواج غير الموثق قلنا الدعوة بتوبها غير مقبولة في حالة عدم في حالة الإنكار نطاق عدم القبول ده إيه؟ نطاق عدم القبول إيه؟ يعني بمعنى أنه عدم القبول ده هل خاص بالدعوة اللي بترفعها الزوجة على المدعى عليه الزوج ولا ممكن الدعوة اللي بترفع من الزوج على الزوجة أو الدعوة التي ترفع من أحد الزوجين على ورسة الآخر ها؟ القيد عام المنع من قبول الدعاوة عند الإنكار قيد عام تمام؟ طيب الدعوة التي ترفع من الورصة على بإنكار العلاقة الزوجية للمدعى لها زوجة مورسة يعني وحدة أثبتت في إعلام الورصة إنها زوجة لشخص ما أولاده عرفوا بهذا الأمر ورفعوا دعوة بإبطال على إعلام الورصة وقالوا إن هي مش زوجة لولدنا لأنه معاش وسيقة زواج رسميا هل تقبل الدعوة التي ترفع من الورصة عليها؟ طيب القيد التالت في المدى 17 ومع ذلك تقبل دعوة تطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيره ما إذا كان الزواج سابتاً باية كتابة الاستثناء الصريح لقبول الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج غير الموسط تتمثل في الفقرة التي هي دعاوة التطليق والفسق يبقى الدعوة المقبولة المقبولة أمام محكمة الأسرة حتى ولو كان الزواج غير موسط قصر على إيه؟ دعوة تطليق والفسق فقط لغير طبعاً الناسة إحنا هلنا خارج نطاقة الاستثناء بشروط إيه الشروط عشان تكون الدعوة التي ترفع بطلب التطليق من الزواج العرفي مقبولة ثلاث شروط الشرط الأول أن يكون الزوجان على قيد الحياة الزوجان على قيد الحياة ليه؟ لأنه دي الحكمة هو المشرع ليه أورد الاستثناء الصريح في المادة دي لكي يوجد مخرج للبنات أو للفتيات من الزواج غير الموسط ماشي؟ لكي زي ما قالت المذكرة لضحية كي يكون هناك مخرج للبنات التي ارتبطوا بهذه الزوجية غير الموسطقة لقبول الدعاوة الخاصة بالتطليق والفسخ فقط لغير فلذلك المشرع يكون يشترط أن يكون الزوجين على قيد الحياة ده شرط طبيعي ومنطقي لأنه لو كان أحد الزوجين توفى فبالتالي هي من حقها أنها تعتد عدة الوفاة وبعدين ممكن تتزوج زواج آخر الشرط الثاني أن يكون هناك إنكار للزوجية وبالتالي لو كان فيه إقرار بالزوجية فخلاص ما فيش مشكلة الشرط الثالث أن يكون الدعوة خاصة بطلب التطليق والفسخ فقط لغير طيب إيه حجية الحكم الذي يصدر بالتطليق من الزواج غير الموثقة هل هذا الحكم يحوز حجية أنه ممكن الست ترفع دعاوة بالمطالبة بكافة الحقوق الناشئة عن عقد الزواج بمقتدى الحكم الصدر بالتطليق بالزفر هذا الحكم حجيته قاصرة على إثبات التطليق أو الفسخ فقط لغير يبقى مقتدىها مش من حقها ترفع بعد كده دعوة بالمتعة أو بالحضانة وما إلى ذلك القيد الأخير لا تقبل دعوة طلاق بين الزوجين متحد الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه هذه القيد الفقرة الأخيرة خاصة بغير المسلمين يعني لما يبقى فيه دعوة مرفوعة بين أقباط أرسزوكس بالتطليق أو غير مسلمين عموما يشترط لقبول الدعوة أن تكون شريعة الطرفين تدين أي تعترف بإقاع الطلاق عندهم بإقاع الطلاق واضح؟ يشترط لقبول دعوة التطليق التي ترفع بين غير المسلمين أن تكون شريعتهما تعترف بالطلاق نحن عندنا ملة واحدة التي لا تعترف بالتطليق وهي طائفة الكاسوليك ما عندهم تطليق خلاص؟ أي دعوة أحد طرفيها كاسوليك الدعوة تكون غير مقبولة غير مقبولة طيب السؤال بقى لحضرتكم لو كانوا مختلفين لو كانوا مختلفين كاسوليك متجوز واحدة أرسوزوكس ورفعوا دعوة طلاق ها؟ الدعوة مقبولة ولا غير مقبولة اللي بيقول مقبولة يقول مقبولة ليه؟ واللي غير مقبولة غير مقبولة ليه؟ مقبولة علشان مختلفين في الطائفة والملة يعني ايه؟ بطبق الشرع الإسلامية؟ ها؟ لا هم مختلفين أن العبرة بالاتحاد احنا عشان ممكن نكون عشان ما تكلمناش على شروط تطبيق الشريعة الطائفية ها؟ أن يكونوا متحيدين وقت رفع الدعوة أنا مليش دعوة بتاريخ إبرام عقد الزواج قد يكون الزواج أبرم تبقى للكنيسة القبطية الأرسوزوكسية ولكن حصل تغيير بعد كده لطائفة أخرى أنا مليش دعوة به بعقد الزواج أو الخطبة تمت على طائفة معينة المعيار عندي علشان أقول الزوجين المتحدين في الطائفة والملة وبطبع عليهم أحكام الشريعة الخاصة وقت رفع الدعوة مليش دعوة وقت عبر عقد الزواج علشان حتى لما أصير الخلاف ما هو المعيار اللي أنا أعتد به فيه رأي قال العبرة بوقت عقد الزواج فيه رأي قال العبرة بالخطبة تمت على أنه ملة وطائفة وبالتالي هي اللي يعتد بيها فيه رأيي تاني قال لك العبرة بوقت نشوء النزاع لما حصل خلاف بين الزوجين وقت نشوء النزاع هل هم كانوا متحدين أطبع عليهم الشريعة الطائفية ولا مختلفين أطبع عليهم الشريعة الإسلامية لكن هذا المعيار وهذا المعيار وهذا المعيار كلها معايير غير منضبطة واحدة تزوجت تبقى الكنيسة القبطية الارتوزيكسية وبعدين حصل أنها غيرت الملة أو تمت خطبتها على طائفة معينة وبعدين تزوجت على في ظل ليحة تانية أو طائفة تانية وقت نشوء النزاع أنا أعرفه منين وقت نشوء النزاع هل من وقت ترك منزل الزوجية ولا وقت رفع الدعوة ولا وقت مثلا اللجوء لمكتب تسويت المنازعات كلها معايير غير منضبطة لذلك المشرع اتخذ من معيار وقت رفع الدعوة هو المعيار أشوفهم متحدين فبطبع عليهم الشريعة الطائفية لو مختلفين بطبع عليهم القواعد العامة في الشريعة الإيه الإسلامية أو القانون الموضوعي طيب عرفنا القيود الإجرائية في الوقت المتبقي عاوزين نلقي الضوء على بعض المسائل الموضوعية عاوز أتكلم مع حضراتكم في بعض المسائل الموضوعية إحنا قلنا قوانين الموضوعية إيه قانون 25 ساعة 20 25 ساعة 29 ومية لسنة 85 وأربعة لسنة 2005 واتنين لسنة 2006 والتعديلات الأخيرة اللي إحنا قلنا عليه طيب هل حد من حضراتكم عنده رؤية لقضية معينة أو نوع معين من دعاوة الأحوال الشخصية الطلاق الخلع الحضانة حاجة معينة ممكن نتكلم فيها الاستضافة ماشي ماشي بردك يسر عليهم الزواج بالنسبة لقيد الزواج تم الزواج في الخارج وفي الداخل يخضع لنفس القواعد الرؤية ماشي منازعات الرؤية والاستضافة وإيه تاني المراس وفق الشرعة الإسلامية ماشي حاضر قيمة المنقلات ماشي نعم الاستمرار للحضانة حاضر طيب الدهب عيار كام ماشي قبل ما نتكلم على النقاط لحضراتكم أسرتوها أسأل بس سؤال دعوة المتعة بما تتقادم دعوة المتعة واحدة قاعدت ما طلبتش المتعة بتاعتها يمضي عليها كام وقت عشان لما ترفع على الزوج من حقه يدفع بسقطها بالتقادم 24 شهر ده نص الكام خمستاشر سنة والنص سندك ما لاش تقادم تظل سيف مسلط على رقبة الرجل مدى الحياة ازاي ده حتى الشرعة الإسلامية لك استقرار الحقوق ده حاجة بالزبط تخضع القواعد والرئيس ألقى مستاشر سنة عم عنديش نص في قانون واحد لسنة ألفين ولا قوانين لأحوال الشخصية تقول لي دعوة المتعة مثلا تتقادم بمضي كم سنة فبالتالي لو الزوجة قاعدت مثلا خمستاشر سنة ما ترفعش دعوة بالمتعة وبالتالي من الحق الزوج يدفع به بنقدار تبقى للقواعد العام خلاص طيب الرؤية أولا ما هو النص اللي بينظم مسألة رؤية الأطفال المحضونين ايه النص لما يجي لحضرتك حاضنة ولا الزوج ويقول فيه نزاع على رؤية الصغير ايه النص اللي أنا برجع له علشان أشوف المسألة اللي بتنظم الرؤية ايه قانون الرؤية ايه 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 المادة عشرين من قانون خمسة وعشرين اللي احنا قلنا عليه المادة عشرين اللي بتتكلم على سن المحضون وبتتكلم على ترتيب الحضانة والحاضنات وكده وبعدين باقي الإجراءات الموعيد والسند التنفيذي وردة في القانون الايه قانون الإجراءي واحد لسنة الفين سن الحضانة كام للذكر والأنسة بعد التعديل الحضانة بتكون لمن للأم ثم الأقرب لهم تمام الأم هي الحاضنة ويثبت الحق للأب في الايه في رؤية الصغير المحضون القانون لم ينظم كنص قانوني الأحكام الأحكام المتعلقة برؤية الصغير المحضون وإنما أحالة بشأنها إلى وزير العدل القرار الذي يصدره وزير العدل وزير العدل أصدر في سنة الفين القرار الف تمانية وسبعين لسنة الفين الف خلي بالحضرات الكلام ده مهم جدا قرار رقم الف تمانية وسبعين لسنة الفين صدر في شهر ثلاثة سنة الفين حوالي سبع تمن مواد على ما أعتقد بينظم المسائل المتعلقة بالرؤية من حيث المدة والأماكن اللي بتحصل فيها الرؤية وامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية والأثار المترتبة وزي أثبت عدم الامتناع الجديد بقى حضراتكم هل تعلموا أنه محكمة القضاء الإداري أصدرت في واحد وثلاثين سبعة الفين وثلاثة حكما بإلغاء قرار وزير العدل هذا محكمة القضاء الإداري في سبعة الفين وثلاثة أصدرت حكما هاما أو مهما قضت فيه بإلغاء قرار وزير العدل رقم الف تمانية وسبعين لسنة الفين الذي ينظم أحكام رؤية الصغير فيما تضمنه عشان يكون الكلام محدد وواضح المحكمة قضت بإلغاء القرار فيما تضمنه من سلاسة نقال فيما تضمنه من قصر تحديد مدة أماكن الرؤية على أربع أماكن اللي هو النواد الرياضية بمراكز الأمم والطفولة ومراكز الشباب الأمر الثاني فيما تضمنه القرار من تحديد حد أدنى للرؤية إنه قال لك الرؤية لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا مرة أسبوعيا من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساءا تمام التالتة فيما تضمنه القرار إعطاء إنه القرار فيه افتئات على سلطة المحكمة أو سلطة القاضي في تحديد المدة والمكان تبقى لكل حالة بقدرها يعني هو عاوز يقول إنه فيه أطفال قد يكون ثنه لا يتناسب إنه ممكن الرؤية تكون ثلاث ساعات في حالات ما يتناسب الرؤية تكون في نادي أو مركز شباب ما يكون فيه الحدائق العام ما يكون الساعة سبعة في وضع اجتماعي يحتاج أماكن معينة في وضع أقل يحتاج أماكن معينة خلاص الشاهد إيه الأثر المترتب لحكم القضايا الإدارة عزرا معلش تفضلي معلش كنت بتقول لي معلش الزجع مش مشكلة ده هو الأصل إنه يتفق الطرفان يعني هو قرار وزير العدل بيتدخل إذا لم يتفق الطرفان على الرؤية فبيتدخل بتنظيمها إيه الأثر المترتب على صدور حكم القضايا الإداري بإلغاء قرار وزير العدل اللي بينظم الرؤية إيه الأثر المترتبة ها بالزبط مش يعتبر عندي فراغ ما عنديش نص ينظم المدد بعد أن قضت المحكمة القضايا الإداري وحضراتكم عارفين أحكام قضايا الإداري إيه واجبت النفاذ ولا نستنى لما تبقى المحكمة الإدارية العلية تويت ها الصد بعيد طيب الرؤية المشكلات اللي بتحصل في الرؤية إن الحاضنة أن الحاضنة قد تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية الزوج أو ما له حق الرؤية بيذهب للنادي أو المركز الشباب المكان المخصص للرؤية والحاضنة ما بتجيش لتنفيذ حكم الرؤية في الزمان والمكان المحدد إيه الحالة أو النص القانوني اللي بيعالج الحالة دي حد عدت على حضراتكم مثل هذه المشكلة إيه الحال الزوج أو الطرف غير الحاضن بيذهب لمكان الرؤية والحاضنة ما بتجيش بالصغير إيه إيه بتعمل إيه إسقط الحضانة إيه مباشرة كده حكم بالحبس لا لا ده احنا كجنحة كجنحة أيوة بل إجراء الأول من حق الشخص اللي صدر له حكم بالرؤية أن يقدم طلب للقاضي رئيس محكمة الأسرة متظلما من هذا الإجراء والقاضي طبقا للقانون من حقه أنه ينذر أو يعمل إنذار للحاضنة لتنفيذ حكم الرؤية طيب إذا تكرر منها الامتناع جاز للقاضي جاز للقاضي بناء على الطلب بردك دعوة أن يأمر القاضي بنقل الحضانة وليس إسقاط نقل الحضانة إلى من تليها لمدة يقرره يعني بردك القاضي خلي بالحضراتكم مقيد بترتيب الحاضنات ما ينفعش أنه لكون والدتها على قيد الحياة وتتوافر فيها شروط الحضانة أنه ينقل الحضانة المين للأب أو للجد أو لجد أو لجدة الأب القاضي مقيد بترتيب الحاضنات دي نقطة النقطة التانية أنه ناقل الحضانة يكون لمدة محددة يقدرها القاضي تابعا لظروف كل إيه كل حالة طيب هي التزمت وقالت خلاص أنا هلتزم بتنفيذ حكم الرؤية هل تعود لها الحضانة مرة أخرى ولا لأ طيب ترفع دعوة جديدة ولا بذات التسند التنفيذي ها طيب كلام جميل طيب ناخد الصورة طيب قبل ما ناخد الصورة العكسية كيف يتم إثبات نقول الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية ها دف 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 كيف يتم إثبات كيف يتم إثبات النقول كيف يتم إثبات النقول 공ف يتم إثبات النقول كيف يتم إثبات النقول كيف يتم إثبات النقول ًا عن تنفيذ حكم الرؤية أنه يدجب الصغير في الزمان والمكان المحادث للرؤية شأنه يا أستاذ بعد أذن ها مش عارف طيب نسمع تعالي بعد هذا وانت يا أستاذ تعالي كمان ايوة اخصاء اجتماعي اللي موجود في مركز الشباب بناخد منه إثبات وممكن بناء عليها أقدر أحرر محضر إداري أرفقه في الطلب في الصحيفة اللي هي طلب الإنذار أو طلب نقل الحضانة من الحاضنة طيب ننقل للصورة العكسية الحاضنة ذهبت بالصغيل المحضون في الزمان والمكان المحدد للرؤية والطرف غير الحاضن اللي هو الأب لم يذهب لتنفيذ حكم الرؤية طب نسمع ده الإثبات ما هو الأصل المترتب ايه الجزاء زي ما المشرع عمل جزاء على الحاضنة اللي تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية انه يتم انذارها واذا تكرر الامتناع يتم نقل الحضانة طيب الأب الذي يمتنع ويتخلف عن تنفيذ حكم الرؤية اسقاط الحضانة طيب لما اسقط الرؤية انا مش بعاقب الصغير انا بعاقب الصغير الحضانة اخلي بالحضاناتكم الحق في الحضانة هو حق مشترك للحاضنة والطرف غير الحاضن والصغير المحضون فانا لو اسقط الرؤية انا كده بقى اضر بالصغير المحضون طلبه بتعوين طيب ماشي الشاهد اللي انا عاوز اوصله لحضراتكم ان هناك فراغ تشريعي يعالج هذه الحالة انا ما عنديش نص يعالج الحالة دي ايه الاجراء الواجب الاتباع ان انا اعمل ايه تمام انا اقترحت انه يكون في عقوبة او غرامة تهديدية على الاب تتمثل هذه الغرامة التهديدية المالية في قيمة ما تكبدته الحاضنة من نفقات انتقال بالصغير المحضون الى الزمان والمكان الخاص بتنفيذ حكم الرؤية ولا اقضي باسقاط الرؤية لانه الرؤية فيها حق متعلق بحق من الصغير طيب الاستضافة اتفضل عشان فيه نقاط كتير عاوز ان نقولها والله فيه كلام حلو كتير اتفضل تمام تمام يعني هي مش راضية تسلم اه تسلموا ازاي يعني يعني يشوفوا بس بعين ايه ما يشوفوش امالة رايحة ازاي لا لازم يا فندم الاخصائي الاجتماعي اللي موجود في النادي بيتسلم الصغير وبيثبت عنده في الدفتر ان حضرة الساعة كذا وان الزوج حضر كذا وطفل كذا تمام اه ما هي هي رؤية اسمها هنعمل ايه هذا قضى عشان كده احنا بنطالب موضوع الاستضافة ان يكون في حق خلي بال حضراتكم هو النص تعقرار وزير العدل قال الرؤية مدة لا تقل خلي بال حضراتكم النص بيقول لا تقل عن ثلاث ساعات اسبوعيا مفهوم المخالفة اللي خدناها في اصول الفقه ان هي لا تقل يعني معناها ايه ممكن تزيد سبع ساعات ثمان ساعات عشر ساعات ممكن بالاتفاق لو تم الاتفاق على الاستضافة مفيش مشكلة انا كمشارع باتدخل في حالة عدم الاتفاق بين الحاضن والطرف غير الايه الحاضن لكن لو هم اتفقوا ان الولد الصغير يبات عند ولده مثلا يوم خميس وجمعة مشكلة بس خلي بال حضراتكم في المقابل يجب على الاب يكون قد أوفى بكافة التزاماته المالية ما ينفعش طالب يقولك عاوز استضافة وعاوز الرؤية ويكون الست رفع عليك دعوة نفقة ودعوة مصاريف علاج ومصاريف تعليم ومش عاوز يدفع مصاريف التعليم هتبقى مشكلة هي المرة الاولى والمرة التانية انزار وبعدين المرة التانية يتم نقل الحضانة ولو هي اقرت والتزمت الحضانة ترجع لها تاني ولو عادت الاتكرار برضك نفسي لايه الاجراءات ولكن تكرار مثل هذا الامر قد يمس اهليتها لصلاحيتها للحضانة خلي بالحضراتكم ما هذه النقاط اللي انت ممكن من خلالها تقدر توصل للهدف اللي انت لموكلك يعني ممكن ده دليل على عدم صلاحيتها ان هي تكرار الامتناع والاضرار بمصلحة الصغير طيب مسكن الحضانة نقول كلم تنف مسكن الحضانة عشان ما ننساش ما المقصود بمسكن الحضانة ايه هو مسكن الحضانة في منازعات كتيرة في مسكن الحضانة ايه مسكن الحضانة المسكن الفعلي ايه هو مسكن الزوجية مسكن الزوجية مسكن الزوجية مسكن مشابه ليه او انتم مشتغلتوش مسكن حضانة خالص دعوة حضانة خالص ايه طب لاش مسكن الحضانة ما هو المسكن البديل المشرع بيقول ان الزوج يهيئ لزوجته مسكن اللي هو مسكن الزوجية او يخيرها بين الاستقلال بمسكن الحضانة او اه اجري مسكن او يوفر لها مسكن بديل ايه المسكن البديل وهل المسكن اللي هو بيبقى مسبت في وثقة الزواج هو مسكن الزوجية ولا الفعل ايه يعني كانوا مسلا في شقة الاول في اسكان الشباب وربنا وسع عليهم خدولهم فيلا مسلا في الرحاب هيبقى اقول والله العبرة بالعنوان والمسكن اللي والمسكن بتاع الوسيقة الزواج اللي بدأت في الحالية الزوجية مازال موجود هم مبعوش الشقة خلي بالحضراتكم يعني مبعوش الشقة بتاعت اسكان الشباب تمام؟ وبعد ايه ربنا وسع عليهم انتقلوا لفيلا مثلا في العاصمة اليدارية الجديدة بقى لاش الرحاب ماشي؟ ففين مسكن الحضانة؟ حق الزوجة في الاستقلال لما يحصل انفصال هنا والاستقرار بالمحضونين يتعلق باللي بدأت المسكن اللي بدأت فيه العلاقة الزوجية ولا اللي نشأت فيه الخلافات الزوجية ايه ايه رأيكم؟ فواسقة الزواج اللي مسكن المسكن الفعلي اللي بدأت فيه الخلافات الزوجية ليه 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 ما هي مصلحتهم انه يقعدوا في شائط الشباب برضك تسعين متر كويس؟ وجنب الم مثلا يعني العبرة انه يكون مسكن مناسب طيب يعني لو هو مثلا مش عاوز يديها شائط التجمع وشائط الشباب ولا العاصمة الإدارية جاب لها شائط ايجار في الزمالك شائط ايجار في الزمالك والراجل سدد الايجار بتاع الشائط طيلة مدة الحضانة كلها لغاية الولاد ما يصل لخمسش السنة مش كده شغال مقبول المحكمة هي اللي بتقدر المسكن المناسب والملائم يعني حاجة تخضع لسلطة المحكمة التقدرية لو هي الزوجة مصممة تاخد الشقة بتاعة العاصمة الإدارية الجديدة فبالتالي خلاص المحكمة شايفة كده وممكن المحكمة تقول لك الإيجار ده ممكن في أي وقت يحصل إيه إخلال بعدم السداد الأجرة أو حتى رغم السداد ممكن يحصل إيه انتهاء للعلاقة الإيجارية تمام؟ أنا أعتقد أعتقد أنه العبرة بالمسكن اللي نشأ فيه الخلافة لإيه الزوجة باعتبار أنه هو الواقعة المنشئة خلي بالكم أنا لازم بتستخدم العبرة الواقعة المنشئة للحق في الاستئصار والاستقلال بمسكن نشأت في هذا المسكن لكن لو هي عاوزة ترجع للشقة بتاعة الشباب أو اللي بدأت فيها الحياة الزوجية ما فيش مشكلة طالما فيه إيه فيه تراضي إليه في إيه دعاوي ما هو المفروض النص يفاند من المادة 18 مكرر من القانون المادة 18 مكرر بتقولي حضرتك المادة 18 سالسا المادة 18 مكرر سالسا على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب إذا كان المسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيئ لهم المسكن المستقل المناسب يعني الأصل الحاضنة وولادها هم اللي يقعدوا في مسكن لإيه لكن لو هو وفر لها مسكن بديل فممكن الزوج يستمر في مسكن الزوجية إيه بقى هو المسكن البديل إيه معيار المسكن البديل طيب النص بيقول بعد كده الفقرة الأخيرة يخير القاضي الحاضنة يخيرها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن يعني هو بيقول لها تعودي في الشقة أو تاخدي أجر مسكن صح كده طيب إيه الأصل المترتب على تخلف هذا الإجراء المحكمة ما خيرتش الحاضنة قالت هي تقعد في الشقة وخلاص فجالك الزوج وسمع عن حضرتك وأن أنت يعني يباعك طول في الأحوال الشخصية يا أستاذة ده المحكمة أغفلت أن هي تخير مطلقة بين أن أنا أدفع لها أجر مسكن حضانة وبين الاستقلال بمسكن الزوجية إيه الأصل المترتب على عدم قيام المحكمة بتخيير الحاضنة بين الأمرين دول هل يترتب عليه ده بطلان الحكم النص بيقوله يخير يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال وبين أن يديها أجر مسكن المحكمة قالت لا هي الستة تقعد في الشقة وأنت ايه توكل اللي إيه لك ايه مكان تاني فجي الزوج لحضرتك وقال لك ارفع لي قضية أو شوف لي إيه الحل إيه الأصل المترتب على عدم تخيير المحكمة أو القاضي المطلقة بين الإجراء ده وبين الإجراء ده بطلان سلطة تقديرية للمحكمة بس النص عليك يخير القاضي هاي ليه ها ها في شقة تمليك والإيجار كويس بارك الله فيه باردك خدنا معلومة في فرق تمليكو بين الإيجار ها ما قدب لا أنا لما تليت على حضراتكم تريت الفقرات التي لم يقضى بعدم دستوريتها أنا عارف أن يقضى بعدم دستوريتها قضاء عدم دستورية إنصب على جزئية معينة ألا وهي إلزام الزوج بتوفير مسكن الحضانة خلال فترة العدة بس بس دايما حكم الدستورية رجع له هتلاقيه فيما تضمنه النص خلي بالك العبارة فيما تضمنه زي ما إحنا قلنا قرار وزير العدل اللي قضت محكمة القضايا الإيداري بيلغاءه ما قضتش يلغاء القرار كله قالت فيما تضمنه يعني هي بتوجه عدم الدستورية لإيه لنقاط معينة نعم تمام إن هي راحت يعني راحت لمسكن تاني مع قريبها طيب ما هي اختارت كده يعتبر كأنها اختارت إن هي إيه يا فندم الأحوال الشخصية الأصل فيها التراضي الأصل فيها التراضي تمام اللي يتفق عليه زو الشأن مفيش مشكلة بالطلاق بالتراضي الخلع بالتراضي زيادة النفقة بالتراضي كلها الأصل فيها التراضي المشارع لا يتدخل إيه عند المنشوق إيه نزاع الرئيس قال نقطة مهمة جدا قال لك المسكن الحضانة قد يكون مؤجر وقد يكون ملك خلي بالحضرت خلي بالحضرت هل في فرق بين إنه مسكن الحضانة يكون مؤجر أو ملك هل يارد على العين المؤجرة أو الشقة المؤجرة يارد عليها بردك حق الحاضنة في الاستئصار بمسكن الحضانة طب لو انتهت مدة عقد الإيجار وانتهاء مدة عقد الإيجار حتخلينا نتطرق لنقطة تانية طيب المسكن الزوجية اللي بدأت فيه الحياة الزوجية ورزقه فيه بالصغير المحضون كان مسلم للزوج بسبب طبيعة عمل وراجل شغال في شركة بترول ودلو شاء بحسب طبيعة العمل يعني لا هي إيجار ولا هي ايه ملك لا ده مسلمة ليه بصفته وجات الشركة بعد كده حصل خلاف واتطلقوا الشرق الست تقريبا لها حد قريبها فرفعت الشركة دعوة على الزوج بالايه بالطرب هل هل يتعلق ويثبت الحق للحاضنة إن هي تمكن وتطلب من المحكمة استمرار شغلها للعين دي أو مشاءة الزوجية رغم أن هي مسلمة لزوج بصفة عمله أو بطبيعة عمله ملزم بمسكن بديل يعني إذن حق الزوجة وحق الحاضنة مش مطلق في كل الحالات إن هي لازم تمكن من مسكن الحضانة صح؟ الأصل أنها تمكن والاستثناء طبيعي حضراتكم في الحياة للي بتحصل لما يبقى الشقة ملك للزوج ولما يحصل خلاف بينه وبين زوجته يبرم عقد بيع كده ويدي عقد البيع تاريخ سابق على نشوء النزاع ليه؟ طب ماذا لا والستة خدت غبت وخدت ولادها ورحت عند أهلها واستمرت الخلافات بينهم يعني شهرين ثلاثة الرجل ما استحملش وتزوج بأخرى واستقر بها بذات مسكن الزوجية من الأولى؟ هل الزوجة الأولى اللي هي حاضنة؟ ولا الزوجة الثانية تعلق لها حق على نفس العين؟ الحاضنة أولى؟ طيب والتانية زنبها إيه؟ طيب عشان فيه أغلبية مرتبطين بموعيد وكان نفسي أتكلم معاكم في المتعة المتعة وفيها نقاط مهمة مدى حجية حكم النفقة خلي بالحضراتكم محكمة المتعة هل مقيدة بحجية حكم النفقة لما تيجي تأضر المتعة أنا ملتزمة المحكمة مقيدة بحكم النفقة ركزوا معايا بس في السؤال ده هل المحكمة مقيدة عند تقدير مبلغ المتعة بحكم النفقة النهائي يعني حكم النفقة النهائي قدر نفقة ميج جنيه الست رفع الدعوة متعة هل المحكمة لما تيجي تدي نفقة سنتين متعة سنتين ما ينفعش تقدر مبلغ نفقة أكتر من ميج جنيه ينفع ولا ما ينفعش أنا عندي حكم نص المادة عليه تقدر نفقة سنتين نفقة طيب فكروا فيها لو لنا لقاء إن شاء الله تعالى أن نقاوب عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة